السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم وحلقة جديدة من كورس R Programming for Bioinformatics الجزء الخاص بالفيجواليزيشن والبلوتس في الحلقة اللي فايت تتكلمنا عن Principle Component Analysis أو PCE وتعرفنا عليها في 21 دقيقة داسمين جدا ومحتاجين يتعادوا اكتر من مرة في الحلقة دي هنتكلم عن حاجة اسمها الهيتماب ايه هي الهيتماب الهيتماب هي عبارة عن حاجة بفيجواليزي الداتا بتاعتي فيها عن طريق انها بتطلع لي الجينيكس بريشن بتاعي على هيئة ماب أو colors الهيتماب العشمال دي هي الهيتماب الحقيقية اللي بتطلع لي من ال R Programming والهيتماب العليمين دي هي اللي هنفهم عن طريق النهاردة ايه هي الهيتماب وايه المعلومات اللي الهيتماب تقدر تدهاني لو جينا نبص على الهيتماب اللي انا عاملها لكو دي وعملنا زوم عليها كده هنلاقي انه في ال Columns في Samples أو Cells على حسب وهنا فيه في ال Row الجينز جين واحد جين اثنين سامبل واحد سامبل اثنين وهكذا وهنا عندي معلومة بتقول لي ان اللون الأحمر يعني high اللون اللبني بيبقى medium اللون السود بيبقى low يعني مثلا لو جيت بسيط على gene 1 اللون ده بتاع gene 1 في sample 1 لونه أحمر يبقى gene 1 في sample 1 high express gene 2 مديني لون اسود في sample 1 يبقى gene 2 في sample 1 low express بناء على المعلومة دي gene 3 مديني لون لبني لون لبني لون لبني يعني medium express في sample 1 ولكن الكلام ده بيسري على كل الجينات وكل السامبل يعني كل ده كل الجينز دي في السامبل دي يعني مثلا gene 1 في sample 12 high express برضو ولكن gene 1 في sample 10 مش high express medium express gene 2 في sample 1 low express بس gene 2 في sample 5 high express ده بيديني معلومات مهمة جدا عن ايه يا الجينات high express and low express وهكذا ولكن هل من المنطق ان انا اجيب وراء وقلم واقعد اشوف الجينات high express وجمعهم مع وعد واقول ان جين فلاني مع sample high express وجين فلاني مع sample low express هل من البديه ان انا اجيب وراء وقلم واقعد اعمل الكلام ده هل احنا اصلا بنعمل كده اكيد لا فبناءا عليه في ميسود بتجمعلي الكلام ده مع بعض وتحول لي الشكل اللي مش ظريف قدامي ده وفي معلومات قيمة ولكن مش مطلع لي حاجة اقدر امسكها الى الشكل ده الهيريكل هيريكل هيريكل كلسترينج الهيتماب بتطلع لي الجين اكسبريشن على هيئة maps او على هيئة هيتماب ولكن مش مترتبق بالشكل ده ون بيجي حاجة اسمها الهيريكل كلسترينج نوع من انواع الكلاسترينج بيجمع لي الشكل ده 028 عشان يقول أن مجموعة الجينات دي هاي اكسبرست في السمب Ps دي وมجموعة الجينات دي ميدية اكسبرست في السمبل دي ومجموعة الجينات دي لو اكسبرست في السمبل دي جمعلي عشان اقدر بعد كده بعد ما عملت للمتطلع الى الايدنفايينج للجين دي و très و نيد المتركة معلومات أستفيد منها على مش مجرد معلومات مباصرة إذن فهمنا إيه هي الهيتمابس المعلومات اللي بتطلعها لي وفهمنا إنه فيه ميسود يقدر يخليلي الهيتماب أكثر فايدة هو اسمه الهيريكيكال كلاسترينج موجود مع الهيتمابس ده الفرق ما بين الهيتماب وزاوت هيريكيكال كلاسترينج هنا ووز الهيريكيكال كلاسترينج هنا طبعاً فرق شاسع بيديه معلومات أكتر ويفهمني الداتا بتاعتي بشكل أكبر الحلقة اللي فاتت لما عملنا البي سي اييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي يعني هم خاصين بالمشين ليرنينج وهنتكلم عليهم اكتر والفرق ما بينهم معكز ولكن يهمني قوي ان انا افصل دماغك من السؤال بتاع طب ما احنا عمل لك المرة اللي فاتت الفرق ما بين المرة اللي فاتت بعد شوية هنعرف ولكن المرة اللي فاتت مش هو هو نفس النوع بتاعك المرة اللي فاتت اسمه كيمينزي كلاسترينج والمرة دي اسمه هريكيكال كلاسترينج ده أهم الفروق ما بين الهريكيكال كلاسترينج والكيمينز كلاسترينج الدندرو جرام إيه هو الدندرو جرام؟ هو عبارة عن شجرة تفرعية بتقولي الكلاسترز اللي مع بعض عاملة إزاي وشكلها عاملة إزاي يعني لو بصينا على الشكل بتاع الدندرو جرامز اللي هو الكلاستر اللي جاي من الهريكيكال كلاسترينج وما بين الكلاستر بتاع اللي عملنا بعد البي سييي الحلقة اللي فاتت اللي هو الاسمه كيمينز كلاسترينج هتلاقي المنظر دون بعد كده نفصل الدندرو جرام ونرجع للسورة دي تاني عشان أقولك إن الدندرو جرام هيديك معلومات مختلفة عن الكيمينز كلاسترينج وكيمينز كلاسترينج هيديك معلومات مختلفة عن الدندرو جرام حلو جدا الدندرو جرامز الديندو جرامز لو أنا عملت لها cutting في الخط الأسوأ دوان هتطلع لي الشاك دوان هتقول لي أن المجموعة دي cluster مع بعض والمجموعة دي cluster مع بعض حلو جدا لو أنا عملت cutting بالشاك دوان ونزلت الخط الأسوأ تحت شوية المعلومات اللي هتطلع لي هيقول لي أن المجموعتين دول cluster مع بعض ودي cluster لوحدها ودول cluster مع بعض ودي cluster لوحدها حلو جدا لو أنا نزلت للمستوى ده من cutting هيقول لي معلومات ثالثة أن كل واحدة من دول cluster لوحدها يبقى أنا كل ما نزلت بالcutting بتاعي إداني clusters مختلفة أو إداني تطقيق هي دي بقى تطقيق في clusters بتاعتي نرجع للصورة اللي قلنا عليها شايف الفرق ما بين الديندو جرامز أو الديندو جرامز أو الهريكيكال كلاسترينج والكيمينز كلاسترينج خليني أوضح لك نقطة مهمة تعالى مع بعض تعالى مع بعض نجيب لون مختلف الأخضر مثلا نقول إن ال cluster دي اللي مطلعها لي key means هي هي ال cluster دي اللي مطلعها لي الهريكيكال كلاسترينج صح كده مش دول ثلاثة ودول ثلاثة طيب إيه اللي عايد فهو لي أو إيه الفرق ما بينهم أول حاجة في key means clustering هنا لو أنا عايز أعرف إنه هل النقطة دي أقرب لدي ولا أقرب لدي مش هعرف مش هعرف أنا عارف إنه دول كده دول كده مختلفين عن ده مختلفين عن ده وهم أقرب لبعض في similarity ما بينهم ولكن لو روحت عند الهريكيكال كلاسترينج هعرف معلومة مختلفة شوي المعلومة المختلفة دي هي إيه هي إن الاتنين دول ال clusters دول أقرب لبعض من cluster ده المعلومة دي كانت غايبة عندي في key means clustering هو هنا في ال dendrogram أو في الهريكيكال كلاسترينج قال لي آه هم الثلاثة دول في cluster واحدة ال big cluster اللي فوق دي أهي اللي هي دي آه هم الثلاثة في cluster واحدة هم الثلاثة similarity مع بعض ولكن دول أقرب لبعض من دي دي معلومة جديدة ده في هالي الهريكيكال كلاسترينج عن ال key means clustering طيب إزاي الكلام ده بيتم معايا أكتر من variable أقرب two variable لبعض يبدأ يربط لما بينهم أول حاجة بيقسلي المسافة ما بينهم عشان يشوف distance اللي ما بينهم أو المسافة اللي ما بينهم عاملة زي بناءا عليهم ما هيكونوا similarity أو dis similarity متشابهين أو مش متشابهين بعد كده بيحطهم لي في point أو بيحطهم لي fruit قال لي خلاص دول مع بعض دول متشابهين بعد كده يبدأ يقسلي المسافة ما بينهم وما بين variables تانية وأقرب واحد ليهم يعمل لي الشكل دوان يقول لي اه ده فيه اتنين كمان متشابهين مع بعض حلو جدا طيب ما تيجي نقس المسافة ما بينهم وما بين variables تانية هيديني الشكل دوان يقول لي اه ده فيه واحد تاني اقرب ليهم هما الاتنين من التالت دوان حلو جدا اللي هو ده اللي هو ده ده اقرب للاتنين دول من ده فدخل مع دول قال لي قضى فيه واحد تالت ورابع داخل معهم ويبدأ يعمل لي الكلام دوان عن طريق انه هو بيقسي الديستنس اللي ما بين variables بتاعتي عشان في الاخر يطلع لي الشكل دوان اللي هو الهيريكيكال كلاسترينج او الديندرو جرامز بتاعة الهيريكيكال كلاسترينج حلو او الكلام ده بيتم ازاي الحقيقة انا عندي اكتر من طريقة اعرف بها الديستنس بتوين تو variables من اهمهم واشهرهم الاكليديان ديستنس الاكليديان ديستنس بتقيس الديستنس بتوين تو بوينت او تو variables ازاي المعادلة بتاعتها صعبة جدا الـ x2 نقص الـ x1 زائد الـ y2 نقص الـ y1 الـ x2 اهو موجود في بيتو اللي هو الـ point 2 وانا عندي هنا point 1 point 1 اهي point 1 x1 y1 point 2 x2 y2 عن طريق المعادلة البسيطة ديان يقدر يطلعلي الـ distance between the two variables او الـ two points بتاعتي ويبدأ يعمللي الـ clustering بتاعي ويبدأ يعمللي dendrograms اللي هي موجودة في الـ hierarchical clustering وبعد كده الشكل اللي كان متبعتر في الـ hit map دوان يبقى متزبط ومتهندل ويقدر يقوللي المجموعة الجينز ديان high expression في السمبز دي ومجموعة الجينز ديان high expression في السمبز دي حسن؟ مش بس كده كمان انا اقدر ان انا اعمل visualisation للـ PCs اللي انا طلعتها من الـ principal component analysis على hit map هتطلع لي بالشكل دوان الشكل دوان هو الـ genes وهنا الـ BC1 اقدر اعمل hit map للPC1 والPC2 والPC3 على العدد الـ PCs اللي انت عايزها الحلقة خلصت أتمنى يكون فكرة الهيت ماب وتحط جزء النظري مهم الحلقة اللي جاية هنعمل الهيت ماب على داية جينيكس بريشن بتاعت مايكرو أري لناس عندهم مرض اللوكيميا على برمجة الار شكرا شوفكم الحلقة الجاية وسلام عليكم